هنتكلم عن مشكلة اسمها التشنك المهبني او المصطلح العالمي بتاعه واسمه البجينات مصر تمام يعني يه تشنك مهبني التشنك المهبني ده عبارة عن من اسمه تشنك عضلي تشنك في عضلات الحوت وعضلة المهبن تمام العضلة بتاعت المهبن هي عضلة اسمها بيبوكسجيس مصر ده بيحصل فيها التشنك عضلي بيبقى بيمنح حدوث العلاقة الزوجية مهما حصل الزوج بيحس انه كأنه في حائط سد حائطي والزوجة بتحس بقلم ومنع وبتضطر تمنع الزوج وبيدخله في بيجا سيركز زي ما بيقول او دائرة الدوائر المغلقة اسبابة اسبابة اسباب بتاعه ممكن يكون اساسيا من جير سبب زي ما تزحرق ابتك مع وجهة مسلا هو جعيك ده تخلص في العضلات بس هو ما بيتمش اكتشافه جرسيات العلاقة الزوجية عشان كده الزوجة ما بتعرفش ان عندها المشكلة دي ده اللي هو من جير سبب او سانوي ان هي كانت خايفة في عملت في عضلات المهبل في الاول اراضي بعد انت حاول لا اراضي زي بالزبط لما حد اعمل عملية مسلا في كوه وتاني كوه خايف يفرده من القلب ففجأة بقى كوه فعلا متني على طول ومش عاكمين نفرده ولازم يبقى فيه تدفل وعلاج عشان نعرف نفرد الكوه نفس المشكلة دي بتحصل من ان تشنج اراضي تحاول تشنج لا اراضي الاعراض بتاعته زي ما وضحنا في التعريف بتاعه انه الزوج بيحس انه فيه سد بحوائط سيوم ما بيحصلش الاج ابدا ابدا خصوصا في حالات التشنج المهباني الشديد والمتوسط استحال هيفسر اليه صعوبة التشخيص بتاعته انه يعني ليه صعب نشخص المشكلة دي انا بشوف ان صعوبة المشكلة دي صعوبة تشخيصها ليه صعب ان احنا نشخصها هنقول ليه صعب اول حاجة ان المشكلة دي بيبقى المتعرف علينا ما بيحي مشكلة من النوع ده طب نروح لدكتور امراض نسا دكتور امراض النسا بيكشف على الزوجة من ناحية التنسولية بيلاقي الجهزة التنسولية سليم فيقولها انتي ما عندكيش حاجة واللي يقولها انتي بتدلعي فيزوج المشاكل الزوجية اللي بينها وبين الزوج وهي فعلا ما بتدلعش تمام وهي فعلا عندها مشكلة حرقية فتزيد المشكلة اكتر الدكتور بيقول ان انتي بتدلعي ودواية كتيرة بقى بيبتقولوا فيها محدش يارف ده المرض ده اسمه تشنج مهبالي تشنج عضلي ان المشكلة بتبقى في العضلات ولايست طيب من طرق العلاج بالخطاء اللي بيقترحوها عليها بيقترحوها عليهم الناس او بعض الناس اللي هما مش فهمين اه يعني ايه مشكلة تشنج مهبالي او تشنج عضلي مهبالي طب تعالي نعملك عملية توسيع اه طبعا غلط جدا ان افندم العملية بتتعمل وبنفقد ميزة عندنا انه لان المشكلة مش في الحج ان الحجم سكوير دي ميزة وبتساعد الزوج بعد كده اه في انه الانتصاب بتاعه تكون زيادة اه وهتفقد الميزة دي مش هتحل المشكلة ومعظم الناس للاسف اللي شفتهم عملوا عملية دي جنب المشكلة وما تحلتش وكان عندهم مشكلة التشنج المهبالي موجودة وفقدنا الميزة والمشكلة موجودة لان منع الدخول وجود تشنج في عضلات المهبل مش او في عضلات الخوض. اه النقطة الخطأ الدرجة التانية اللي بتتقلبهم طب تعالوا نحقن بوتوكس. طيب احنا في تعريف التشنج المهبالي عرفناه ان ده تشنج في عضلات المهبل وفي عضلات الخوض. تمام? طيب. اه هو يحقن عضلة المهبل وبيسيب عضلات الخوض فبتفضل المشكلة موجودة لانه ما حلش المشكلة. تمام? دي حاجة. اه الحاجة التانية ان التأثير بتاعه مؤقت. وفي نفس الوقت ما حليش المشكلة. وعدين يرجع يقول لها طب معلش اصل العضلات موقبدة قوي احنا لازم نكمل بعلاق طبيعي بعد ما يكون الناس عملوا بوتوكس على الخوض. النقطة الرابعة انه هو منع الحمل لفترة طويلة لان البوتوكس عبارة عن سم. فده يمنع الحمل لفترة طويلة جدا جدا اه ما تقلش عن سبعة شهور. ممنوع ان يحصل حمل في الفترة دي ان المكان ده في سم. ممكن يحصل تشوه للجانية. كل ده اه بلاس بقى انه على المدى الطويل الماكين ده احنا عملنا شلل مؤقت للعضل في كم شهر. ممكن يحصل لها حاجة اسمها ينزل منها نقطة بول. طيب. في نصيحة مهمة ايه بحب تديها للزوك في الحالة دي ونصيحة مهمة ايه تديها للزوك. النصيحة اللي بحب تديها للزوك بقوله ان مراتك ما بتتلعش مراتك ما عندهاش مش ممتنعة عنك. مراتك عندها مشكلة ودورك الحقيقي ان الطواف جنبها وتعمل لها سبورت الحد من عدي الأزمة دي. تمام؟ النصيحة اللي بحب تديها للزوكة دايما اقول لها انه في شعر راسه قيارة. بين الخوف الطبيعي انت خلتي حقنك واجعتك طبيعي ان انت تاني مرة لما تسجيط اخذي حقنك انت توجعي. بس مش هارف ودخد الحقنة لان الحقنة دي هتغفر فيها هتزكني القلم هتعليجني هتغير في حياتي هاخدها حتى لو هتوجعني. لكن خايفك ده طبيعي وموحدش هيجومي كعليم. الخوف مفيش منه اي مشاكل. لكن لما يتحول الخوف لمرض نفسي. يعني لمرض اسمه الفوبيل. ده بقى دخلنا في ترك تاني وتب نفسي. وانا بشوف الطريق ده يعني دار كطاني لطريق مسلم لان احنا وشعر فين اخر فين وادوية النفسية بيبقى لها اثار جانبية. وممكن موضوع يطول. احنا معنا هنقول لك واحد اتنين تلاتة تلات مرات هتقيعب في اخر فين. لكن الطريق ده بقى طيق مرزل ممكن يواجد سنة ممكن يواجد تلاتة ممكن يواجد خمسة ممكن يواجد يومين ممكن يواجد شهر. ما انتيش عارب في اخر فين. وفي الاخر ما حدش هياخد القرار غيرك انتي. فنحاول نتحكم في مشاعر الخوف عشان نقدر نحل المشكلة. طيب سؤال. دكتور رانيا اذا تحكمنا في مشاعر الخوف هل نتائج العلاج ده مضمونة? هقولت من شو الله بإذن نتيجة العلاج انتي تراكم لين العلاج ده مضمونة ولا مش مضمونة? لا. بنطمن اكتر حاجة في الدنيا لما يكون فيه طرق اياس. يعني احنا وإحنا بنجيب الجهاز اللي بيعالج التشنق المهباني ده من الاتحاد الاوروبي قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا فيه جهاز جهاز بيطلع صوت. وفيه جهاز آآ بيطلع آآ زي رسم القلب. اشارات. وفيه جهاز دالت بيطلع ارقام. احنا اخترنا اضبك حاجة مع ان الفلوء كانت كبيرة جدا. آآ بين الاجهزة. آآ بس احنا اخترنا اعلى واحسن حاجة تدين طريق تقييم مزبوضة. فهل النتيجة مضمونة? احنا بنشوف يا فند الانكبال بتاع العضلة هي كانت منقبضة الدقيق. والانبساط بتاع العضلة. عايزين بس نطمن الناس انه فنتشف ما بيحصلش اي دخول الا بعد ما بنرخي في العلاج آآ 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 عضرات الحود الاول قبل ما يحصل دخول. خلاص? فاحنا العلاج ان شاء الله نتايج من مونا ان نشوف درجة الانكبال ودرجة الانبساط. طيب. طريقة العلاج بنعمل ثلاث زيارات. بنعمل كخول لمرة. جلستين في اليوم. جلسة على الكوت وجلسة على المهبل. بنرخي حاطرات الكوت خالص عشان يكون الدخول للمهبل سهل. اول جلسة دي يعني انا فيها اكتر من هدف. اول هدف نطمن الحائط اللي كان موجود او السد اللي كان موجود. البلوك كده خلاص اتفتح. وحصل دخول البراب. وان احنا نشوف اي رقبين على اندهاز. يقولون اللي فيه انكباض وفيه انبساط. واهم حاجة ان بيحصل للتوجة برضو انها مهما نقولها تبقائها. حاجة اسمها ان هي بتتطمن انه اه اه في حاجة دخلت داخل قناة المهبل وان هي مابقتش خايفة ولا حاجة. الهاجس اللي كان جواها ده راح. اه تاني مرة بنعمل جلسة على الحفوض عشان نزود الارتخاء وبنوصل لرقم اقل بكتير النص تقريبا. وفي اخر مرة بنعمل ارتخاء كامل لعضلة المهبة وبنعلم الزوج والزوجة الوضع اللي يحصل منه العلاقة لان الوضع التقليدي جادبا ما بينفعش في عملية التشنج المهبري في الفترة اللي قولة وبنديهم ايام التقليل عشان ان شاء الله نسهل انه يحصل حمل اه في اسرع وقت. جاليت نكون في لكم في حلقة النهار ده تحياتي.